نحو تكوين ذاكرة وطنية وإحياء الدور النضالي لرواد الحركات الثورية والوطنية نظم مركز العاصمة الإعلامي ندوة بعنوان ثورة الدستور والبندقية تناولت تاريخ الشهيد القردعي ورفاقه الثوار حيث قدمت عدد من أوراق العمل التي أكدت أنه منذ قيام الثورة تم تقيب شخصية وطنية بحجم القردعي وما جسده من نضالات وطنية إلى جانب رفاقه من أبطال ثورة 48 والتي تم تهميش تاريخها لسبعة عقد من الزمن مع أنها كانت لابنة الأولى في الوصول إلى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر التي أنهت أسوأ حقبة في تاريخ اليمن الندوة هي تأتي كمحاولة لحياء يوم 17 فبراير وهذا يوم تاريخي تم تقيبه لسنوات عن اليمنين هي دعوة اليوم لرئيس الجمهورية لنائب رئيس الجمهورية للحكومة لأيضا أن يتم الاهتمام بالذاكرة الوطنية تكوين ذاكرة وطنية وهذا ربما أبرز ما جاء في الندوة وهو ما نحاول اليوم أن نكون هذه الذاكرة حتى لا يتم طمس معالم الثورة كما يتم فعلها اليوم في صنعاته وأكد الباحث عبدالإله البوري صاحب أول عمل إعلامي وثائقي تناول شخصية الشهيد القردعي في ورقة عمل تناول فيها الأدوار النضالية لثورة 48 التي مثل الثائر القردعي بطلها جاءت بعد أن وصل الطغيان الإمامي منتهى وبات يمنيون بين مخفي ومشرد وجائع ورهينة وتفشي الجهل والمرضى والفقر واستبدى الإمام عبر عماله باليمنيين وسامهم سوء العذاب حتى صدرت الفتاوى بحقه من قبل علماء الزيدية بالخروج عليه لظلمه ثورة الدستور والبندقية ندوة نحاول من خلالها أن نغرس في الذاكرة الوطنية الرموز اليمانية الكبيرة التي حاولت أو التي بالفعل أشعلت ثورة 48 الدستورية ممثلة بالشيخ الشهيد البطل علي ناصر القردعي الذي كسر حاجز الخوف لدى اليمنيين ودمق رأس الإمامة ومهد لثورة 26 نسب من سبتمبر وبحسب المشاركين تعمل الميليشيات الحثية على تزوير الحقائق وطمسي معالم ومسميات وطنية لها صرات بتاريخ اليمن العريق ورموز الحركات الوطنية وثورة 26 من سبتمبر الخالدة وتحريف المناهج الدراسية واستبدالها بالملازم والأفكار الضلة التي تهدف إلى تزييف عقول الناشئة وتجعل منهم وقودا لحروبها خرجت الندوة بتوصيات كثيرة من أهمها أن يكون لدى السلطة المحلية وأيضا الرئاسة الجمهورية والحكومة بمنظومة الشرعية بشكل عام أن يكون لها اهتمام كبير في تكوين الذاكرة الوطنية التي تستهدف من قبل ميليشيات الحوثي وتحاول تجريفها وأيضا تغيب رموزها الوطنية وأيضا محو هذه الأسماء الوطنية الكبيرة الندوة دعت وزارات التربية والثقافة والإعلام إلى استعادة ما تعرضت له الذاكرة الوطنية وإحياء الدور النضالي وإنشاء هيئات وطنية متخصصة بالتاريخ اليمني وحركاته النضالية وأبرز قادتها بما يرسخ البطولات والأدوار والتضحيات التي بذلها الشعب اليمني في التخلص من النظام الكهنوتي السلالي رشاد النواري يامن شباب مأرب موسيقى 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 الرأس الدم اشهد موسيقى